السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدى عبدالرازق استشاري أمراض معادية وجهاز عدمي وكبد أتشرف بوجود معكم موضوعنا النهاردة عن حمى الضنك طبعاً نحن نعلم أن حمى الضنك عدوى فيروسية تأتي عن طريق البعوض تتسبب في حمى في بعض الأحيان هذه الحمى تبقى جديدة أو تصل إلى 40 درجة مئوية يحدث أوجاع في الجسم كله في بعض الأحيان يحدث مضاعفات مثل نزيف سواء كان خارجي أو داخلي وفي بعض الأحيان هذا النزيف يمكن أن يؤدي إلى الوفاء ويمكن أن يؤدي إلى صدمة وهبوط في ضغط الدم وفي هذه الحالة نحن نعتبرها حمى الضنك النسفية طبعاً حمى الضنك النسفية دي نادرة ما تحدث لكن الحالات التي نرى هي حمى الضنك العادية طبعاً بالنسبة لحالات حمى الضنك هي منتشرة حوالي العالم خصوصاً في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية يعني تقريباً من خمسين لمئة مليون حالة كل سنة بتحصل في العالم وتقريباً بيحصل حوالي عشرين ألف وفاء سنوياً في العالم من هذه الحمى اسمها مختلف من بلد لبلد بعض الأحيان بيسموها حمى تكسير العزام في بعض الأحيان بيسموها حمى عدن بيسموها برضك حمى أبو الركيب حمى الدنك كل هذه تسميات لحمى الضنك طبعاً تشخيصها بيعتمد أساساً على الحالة الإكلينيكية المريض فيها وبناخد عينات من الدم عشان نفحص الأجسام المضادة وبنعمل اختبار البيسي آرل اللي هو بيكتشف الفيروس نفسه ونوع الفيروس طبعاً بالنسبة لهذه الحمى زي ما قلتلكه هي مش موجودة في المناطق الأوروبية هي موجودة في المناطق الاستوائية يعني هتلاقيها موجودة في بلدنا البلاد العربية هتلاقيها ممكن تكون موجودة في السعودية في السودان في مصر في اليمن طبعاً هي هجمتنا قبل كده وهجمت مصر في سنة 2017 خصوصاً للمناطق اللي هي محافظات البحر الأحمر وبتظهر من آن لآخر في محافظات السعيد هذه الحمى زي ما قلتلكه هي حمى بيروسية وبتنتقل من الشخص المصاب للشخص السليم عن طريق أنسى بعود الزعجة المصرية ده نوع من أنواع البعود وهذا النوع بيبقى موجود حوالين المنازل بالنسبة لهذه الحمى لها لقاح ولكن هذا اللقاح مش موجود في الولايات المتحدة الأمريكية لكن موجود في بعض البلاد اللي هي بيتقاصر فيها أو البعود وبتزيد فيها حالات الحمى زي المكسيك زي البرازيل زي تايلاند وفي نفس الوقت زي ما قلتلكه حمى الضنك معظم الحالات من النوع الخفيف قليل جداً أو نادراً ما يحصل الحمى الضنك النسفية اللي هي ممكن تؤدي إلى مضاعفات وفاة بالنسبة لخطة العلاج أصلاً خطة العلاج بتعتمد على الوقاية يعني أساساً هذا المرض ليس له دواء معين يشفي المريض منه وبالتالي العلاج الأساسي هو الوقاية من هذا المرض زي ما قلتلكه احنا بنتوقع هذا المرض دايماً بعد هطول الأمطار تتقاصر البعوض نبقى احنا عارفين أو حاسين إن فيه ممكن تحصل حمى الضنك وبالتالي لازم الطب الوقائي يكون مستعد ويكون واخد باله من الموضوع دو طبعاً لما بيحصل حالات كتيرة أو وباء أو مثلاً عشرات أو مئات الحالات لازم نفرق ما بين حمى الضنك وما بين حمى الوادي المتصدع أو الكريميان كونغو الحمى الكونغو النسفية طبعاً لاتنين دول اللي هي حمى الكونغو النسفية وحمى الوادي المتصدع بيحصل نفوق في الحيوانات وبالتالي الطب البطري بيبقى عنده مشكلة والحيوانات بتموت وبالتالي لازم يحصل تنسيق ما بين مدرية العلاج الطبي والوقاية وفي نفس الوقت ما بين إدارة خدمات الطب البطري في المنطقة على أساس نقدر نميز هل الحمى المنتشرة دهية هل هي حمى الوادي المتصدع هل هي حمى الكونغو النسفية هل هي حمى الدنك حمى الدنك لا تصيب الحيوانات وبالتالي سهل تميزها هي بتصيب الأشخاص فقط لا غير وبتنتشر بسرعة وبتصيب عشرات بل بقات الحالات وبالتالي سهل أن انت تعرف أن دي حمى الدنك لكن طبعا علشان نتأكد فعلا أن هي حمى الدنك لازم بناخد عينات من الدم ويتم فحصها عن طريق المعمل طيب النوع ده من الفيروسات تبع مجموعة الفيروسات اللي اسمها فلافي فيروس طبعا تغيير المناخ أدى إلى تغير وجود البعوض وبالتالي لقينا أن المرض بينتشر في مناطق ما كانش موجود فيها قبل كثيرا هم خمس أنواع من الفيروسات من الأنماط المصلية لما بيحصل عدوى من أحد هذه الفيروسات بتستمر المناعة بتاعة هذا النوع مدى الحياة لفترة طويلة لكن المناعة للفيروسات الأخرى المصلية لحمى الدنك بتبقى مناعة مؤقتة فقط يعني ممكن نوع تاني من الفيروسات يصيب نفس الشخص اللي تصاب به حمى الدنك سابقا طيب بالنسبة لهذا النوع من الناس اللي هي حصلت لها قبل كده حمى الدنك ممكن يحصل لهم نوع من أنواع الحساسية ولما يصابوا بأحد فيروسات حمى الدنك الأخرى ممكن يحصل لهم الحمى النسفية اللي احنا قلنا عليها شديدة وممكن تؤدي إلى مضاعفات وخيمة طيب بالنسبة لأعراض هذه الحمى الأعراض بتاعة الحمى الدنك أولاً بيحصل فترة حضانة بتتروح ما بين 3-4 أيام وإسبوعين نخلي بالنا أن أساساً الفيروس نفسه لما بيدخل عند البعوضة بيتقاصر جوه البعوضة في الأمعاء بتاعتها وبيتجه بعد كده للغدد اللعبية علشان تبقى هذه البعوضة جاهزة أن هي تقدي شخص آخر سليم وبتاخد وقت جوه البيروس ده بياخد وقت حوالي من 8 أيام ل 12 يوم تقريباً جوه جسم البعوضة عشان تبقى البعوضة دي جاهزة أن هي تقدي شخص سليم طيب بالنسبة للأعراض بيحصل ارتفاع شديد في درجة الحرارة شضاع شديد وخصوصاً خلف العينين آلام في العدرات والمفاصل كما قلت لكم وبنسميها حمى تكسير العظام غثيان قئ ساعات يحصل تورم في الغدد اللينفاوية ساعات يحصل طفح جلدي تعب شديد في جسم الإنسان والحرارة بتقل ويقعد المريض حوالي 24 ساعة أو 48 ساعة كويس وبعد كده ممكن الحرارة ترجع مرة تانية والحالة بتاعته تسوق مرة تانية وبيحصل بقى ألم شديد في البطن والتقيق أو القيء بيبقى مستمر وبيحصل إرهاق شديد وشعور بالعطش الشديد وبنلاقي في بعض الأحيان وجود دم في القيء أو في البراز طبعا مهم جدا أن نحن نبقى عارفين أن هذه الحالات لما تظهر وخصوصا في منطقة واحدة مرة واحدة لازم نشك في حمى الدنك وزي ما قلت لكم طالما ما فيش حيوانات ماتت إذن دي مش حمى الوادي المتصدع ولا حمى الكونغو يبقى دي في الغالب حمى الدنك وبالتالي لازم نبتدي نفكر في التشخيص بتاعها ونحطه ببالنا دايما باستمرار وخصوصا زي ما قلت لكم تغيير المناخ بيؤدي إلى أن هذه الحمى بتنتقل من الأماكن القديمة بتاعتها لأماكن جديدة ما تعودناش عليها قبل كده نتيجة تقاصر البعوض في مناطق أخرى بالنسبة لهذا الزي الحمى كما قلت لكم من ثمن يعني بيحصل نزيف وبيحصل يعني ممكن يتقيق دم ممكن يحصل يتبول دم يحصل بول دموي ممكن يحصل إسهال دموي وهذا كله علاجه بيعتمد على الراحة التمة السوائل عن طريق الفم أو عن طريق الدم ومعظم الحالات بتتعالج في البيت إلا إذا كانت هذه حالات شديدة يبقى تنتقل إلى المستشفى للعلاج نحن نبتعد عن الأدوية مثل البروفين والبيالكوفين نعطي براسيتامول لأنه آمن ونجعل بالنا لا نعطي للأطفال أسبرين لأن الأسبرين ممكن يؤدي إلى متلازمة راي وهي ممكن تؤدي إلى التهاب كبدي حاد طبعاً كما نعرف سبب الحمى فيروس ونبقى نعرف أن هذا النسف نتيجة قلة عدد الصفايح الدموية عندما نفعل فحص دموي نأخذ عين الدم ونجد أن الصفايح الدموية في الحالات الشديدة ليلة أقل من الطبيعي ونجد الأجسام المضادة مثل الإي جي جي والإي جي إم وخصوصاً الإي جي إم ونجد مرتفع لما تكون الحالة لسه حديثة ونعمل بي سي آر على أساس أن نعرف نوع هذا الفيروس ونتأكد فعلاً أنه هو حمى الدنك مهم جداً أن نشخص الحالة ونجعل بالنا أن الحمى النسفية الشديدة ممكن الشخص ينزف تحت الجلد ممكن ينزف من الأنف من اللسى ممكن يحصل له صدمة وهبوط شديد في ضغط الدم نتيجة ارتشاح الأوعية الدموية وكما قلت لكم حالات الوفاة تحدث في 1% فقط والمضاعفات تحدث في 5% فقط بينما حوالي أكثر من 90% من الحالات حالات بسيطة تشفى في خلال من خمسة أيام لأسبوع لا يوجد منها أي خطر ما هي الاحتياطات التي نأخذها؟ طبعاً مهم جداً أن نقاوم البعوض ولما نكون خارجين في مناطق مكشوفة لازم نلبس قمصان طويلة الأكمام وبنطلونات طويلة وإذا كان هناك تكييف أو شيء في القوضة يفضل على أساس نمنع دخول البعوض ولازم الشبابيك تبقى متأمنة بطبقة سلك لمنع دخول البعوض ويفضل في المناطق المبوءة أننا ننام مثلاً تحت نموسية أو شيء طبعاً كما تلك الشبابيك كلها تبقى فيها سلك مقاوم للنموس فبعد الأحيان بنلجأ أننا نستخدم الأدوية التي تموت البعوض التي هي ضد الحشرات طبعاً كما قلت لكم فيه تطعيم لها دلوقتي متوفر لكن ليس متوفر في كل البلاد ونضيه من سن 9 سنين لسن 45 عام ونضيه للناس التي جاءت لها حمى الدنك قبل كده على خفيف لا يفضل أن نضيها للناس العاديين أشكركم جزيل الشكر أحب أن أطمنكم أنها حمى الدنك حمى خفيفة نادراً ما تعمل مضاعفات معظم الحالات تتعالج في البيت هذه حمى فيروسية بسيطة نادراً ما بيحصل مضاعفات أشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته